الرئيس السيسي يؤكد تطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات مصر تتسلم شحنة جديدة من لقاح سنوفرما الصينية المضاد لفايروس كورونا بايدن يعزي الأمريكيين بعد تخطي وفاية كورونا 500 ألف شخص ويتعهد بالتصدي للجائحة الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت جرانيتش موجز إغباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وخلال استقباله الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية أكد الرئيس السيسي تطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم بين البلدين في جميع المجالات خاصة على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية ومن جهته أكد ماكنزي محورية الدورة المصرية لدعم السلام والاستقرار في محيطها الإقلمية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون مع الصين مؤكدا على قوة الدفع الكبيرة التي اكتسبتها العلاقات الثنائية على مدار العوام الماضية في إطار شراكة استراتيجية شاملة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراها الرئيس السيسي مع الرئيس الصيني شيجين بينج وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسامراضي إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على إيجاد أفاق جديدة للعلاقات مع الصين خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الصينية ونقل التكنولوجيا والخبرات الصينية فضلا عن التعاون في إطار مبادرة الحزام والتاريق كما أشاد الرئيس السيسي بالدعم المتبادل خلال أزمة وباء كورونا كدليل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين استقبلت مصر شحنة جديدة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا سينوفارم تقدر ب300 ألف جرعة وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار الفيروس وتعد مصر أول دولة إفريقية تحصل على لقاح سينوفارم بعد موافقة التوارئ في منظمة الصحة العالمية وأثبت لقاح سينوفارم الفعالية للوقاية من فيروس كورونا زادت نسبتها على 86% أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس العالم الأمريكي على المباني الحكومية ثلاثة أيام بعد تقطي عدد وفاياة كورونا 500 ألف شخص وأكد بايدن أن أرقام وفاياة كورونا أمر مفجع بالنسبة للولايات المتحدة متعهدا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لهزيمة الجائحة كما حث الأمريكيين على الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس أطلقت السفارة الأمريكية في بغداد صافرات الإنذار لدى سقوط صواريخ داخل المنطقة الخضراء ومن جهته قال الجيش العراقي في بيان إن صاروخين على الأقل سقط في المنطقة الخضراء شديدة التحصين لكنهما لم يتسبب في وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح تضم المنطقة الخضراء السفارات الأجنبية والمباني الحكومية وهي هدف متكرر للصواريخ التي تطلقها جامعات يقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنها مدعومة من إيران قال المرشد الإيراني علي خمينئي إن طهران قد تقصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% إذا احتاجت البلاد لذلك مضيفا أن طهران لن تردخ أبدا للضغوط الأمريكية بشأن أنشطتها النووية ونقل التلفزيون الإيراني عن خمينئي قوله إن مستوى تقصيب اليورانيوم الإيراني لن يقتصر على 20% مشيرا إلى أن طهران لم تسع لامتلاك سلاح نووي لكنها لا أحد بوسعيه منع طهران من حيازاته انتهى الموجز الإخباري ويتبقى نحي تلمساد المشاهدين بأن تردد إكسترانيوز الجديد 11785 ومعدل الترميز 27500 ومعاملة لاستقطاب رأسي كنت معكم أنا سارة عبدالله أراكم بعد سامن الآن